عيد الغدير أو يوم الولاية كما تسميه الشيعة ونظام الملال في إيران لم يعد مناسبة يتم الاحتفاء بها بشكل سري في اليمن وتحولت بعد انقلاب جماعة الحوثي على الدولة وسيطرتها على المؤسسات إلى عيد ومناسبة رسمية لا يقيمها الشعب وإنما تفرضها عليه الجماعة وتخصص لها المليارات من المال العام وانطلاقا من مبدأ الغاية بر الوسيلة الذي فاق الحوثيون في تطبيقه صاحب كتاب الأمير نفسه تواصل الجماعة استغلالها للدين وتوظيفه سياسيا وتوجيهه لخدمة مشروعه السلالي الذي تسعى لترسيخه في اليمن وتجتهد من أجل منحه صبغة دينية من خلال أكذوبة الولاية التي تفرضها على اليمنين وتعتبر الاحتفال بها استفتاء يمنحها الحق في استعباد اليمنين اليوم وفي الوقت الذي تحاول المليشيا الحوثية فرض أفكارها الطائفية ومشاريعها السلالية تبرز الكثير من الحقائق الدينية والتأريخية التي تفضح أكذوبة الولاية وزيف الشعارات التي تستخدمها لتضليل اليمنين وإقناعهم بأحقية الحوثي في حكم اليمن وتحويلها إلى إقطاعية خاصة وإرث سلالي وكأن حديث الغدير المزعوم اقتصر عليها ومنحها للسلالة دون غيرها من بلاد المسلمين ووفقا لعلماء ورجال دين فإن الكثير من الأحداث التي شهدها التاريخ الإسلامي تنسف خرافة الولاية وتفضح مزاعم الحوثيين وغيرهم من السلاليين معتبرين أن تولية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد بن حارثة قيادة جيش المسلمين قبل وفاته بأيام ينسف المزاعم المبنية على حديث الولاية في غدير خم الذي لو كان صحيحا لولى عليا وليس أسامة ترجمة نانسي قنقر